اشتركوا في القناة اهلا بكم صديقاتي واصدقائي في حلقة جديدة من حوالات شعيف احنا سؤالنا كبير المعارضة هل صحيح لونا الايرانيين او فارس لاختفى الاسلام نهائيا هل في ادلة على الرأي دوت واني هيجاوب على السؤال طبعا وتفاصيله وبعض صديقي الكبير منصور الناصر اهلا بيك اهلا بيك اشرفنا بحضورة واتشرف دائما بحضور في قناتك الرائعة والتي تحظى بأجاب مستمر اهلا بيك احنا سؤالنا كبير المعارضة يا منصور هل صحيح الفرحة التي تفرحته في بصة على النونة الايرانيين مختفى الاسلام نهائيا سواء كان اسلام تندي او شيعي الله هو بالعكس في رأي ان الاسلام هو اسلامان وليس اسلام واحد هناك الاسلام المحمدي الذي كان عبارة عن طائفة وليس دين مكتمل الاركان وفيه عقائد وفيه اصول يعني اي طائفة بش مكتمل الاركان يعني اي طائفة دين المحباتي طائفة بش مكتمل الاركان القصد انه مثلا قدما ظهر الاسلام كان الفكرة بسيطة ان هناك اله وهذا الاله هو يشرف على العالم على الجماعة المؤمنين وكل ما عداهم هم كفر وهذا المفهوم هو نفس المفهوم القبلي القديم تقريبا لكنه ارتقى على الانتماء القبلي واصبح لديه فكرة اساسية بان الحكم لله وما الى ذلك هذه الفكرة بسيطة لم تكن كافية لكي نقول انها دين مكتمل الاركان او دين مؤسساتي بمعنى ان هناك قضاء هناك فقه هناك شريعة هناك اصول شرعية هذه كلها لم تكن موجودة انما كان دين بسيط كانت طائفة من المسلمين حتى بالتعبير القرآني وامة من هذه الامة هذا المعنى البسيط لكن هذه الصورة تغيرت تماما بعد ظهور الدولة العباسية فبالتالي يعني في المرحلة الاولانية يعني توصدت المرحلة المكية وانا المرحلة المدنية لما النبي دخل للمدينة يعني الرأي ذلك ينطبخ على المرحلة المكية ولا المدنية المكية والمدنية وعهد الخلفاء الراشدين وحتى فترة الحكم الأموي الى نهاياتها تقريباً مئة وعشرين هجرية وهذه الفترة التي لم يحدث فيها اي تدوين على الاطلاب يعني لم يترك لنا شيء لم نحصل فيها من خلال هذه الفترة اي وثيقة لتدوين او اتأ او خبر عن تدوين لأي كتابة او اي مخطوطة عدل القرآن يعني لا تقصد المثرة نحن بعدينك اي دلة علمية على اين حصل فيها ولا تقصد اين لا يوجد اي اتر او مخطوطة تؤكد وجوده كتب في ذلك الزمان وباللغة العربية كل ما اثر عليه كوثائق هو فقط مخطوطات قرآنية وليست مكتملة طبعاً النسخة المكتملة اثر عليها اعتقد سنة 850 هجرية يعني بحدود 200 سنة بعد الأحداث التي نقلها الرواة والمؤرخية السيرة والمؤرخين المسلمين 200 سنة بعد ذلك بدأت المخطوطات تظهر وحتى مفهوم الكتاب لم يكن موجودة اول كتاب ظهر باللغة العربية هو الكتاب الكتاب لسيبويه وهذا حدث بعد 200 عام من هناك رسائل كثيرة مثل رسائل مقاتل وغيره ومجاهد التفاصيل لكنها مجرد روايات يعني مجرد هو يجلس ليتحدث يعني منقولات شفاهية وبالتالي لا تعتبر كتبا وليس المخطوطات ولا تعتبر ضمن عملية التدوين التدوين بدأ التدوين بدأ في العصر العباسي بأمر من الخلفاء العباسي من سيبويه هو وضع قواعد اللغة العربية قواعد النحو الصرف واللغة العربية ومعروف الآن يعني هو من المؤسسي قواعد النحو العربية ويعتبر كتابه والكتاب العملي لحد هذا ليومنا هذا لكن هو المسألة ليس بخير أنا كنت بس هالك مين سيبويه مين سيبويه سيبويه هو عالم فارسي فارسي ومختخصص في اللغة وظهر في البصرة وذهب إلى بغداد بالعهد العباسي ولم يلاقي الترحيب من الصبر الخلفاء ما عندناش أي دليل تاريخي مكة وفي المدينة وفي المنطقة دية على وجود السردية دية لا وجود لا أي دليل على هذا وأيضا لا وجود لدين معالم دين مكتمل يعني عندما نذهب إلى فترة نعم كما نقلها بعد ذلك مؤرخي سيرة طبري وغيره وسيرة نبوية خاصة لا نجد أن الرسول مثلا كان يشرح لهم القرآن أو يفسر لهم الآيات إلا في حالات معجوية يعني قبل ما نروح لهما كتبوا إيه بعد ميتين سنة هذا بس وقالي هو هل لا يوجد دليل أي علم تاريخي على وجود محمد والشخصيات دي والأحداث دي والصحافة بتوع في مكة والمدينة عندنا أدلة ولا ما عندنا لا لا يوجد أدلة هناك آثار من سيبيوس يقال أن هناك نبي عبارة هاي الدليل الموجود الوحيد الوثيقة يعني أو الدوكومنت أن هناك شخص تدعى محمد وهذا الشخص يدعي بأنه نبي هذه عبارة بسيطة جدا متروبة على هامش رسالة بين شخص يهودي في تونس كان يتراسل مع أحد أقاربه في المنطقة مستيحة يعني تاني من فعبك شخص يهودي 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 هو يهودي يهودي عايش في تونس في تونس وصارت مراسلة بينه وبين أحد الأشخاص وقال هناك نبي واستفسر من واحد من العلماء المختصين قال هناك نبي يدعي بأنه نبي وأن لديه مفاتيح الجنة وقال بأنه هذا الدليل الوحيد وقال هذاك نبي كذاب ولا يأتي الأنبياء لا يسفقون الدماء فبالتالي هذا الدليل الوحيد على وجود نبي وعموماً وجود الرسول يعني وجود النبي محمد مسألة تقريباً لا نستطيع انتاعها هو فعلاً موجود لكن المشكلة وين المشكلة هل هو قبل ما نروح دوت الشخص اللي كتب دوت اليهودي التونسي اللي كتب دوت هل كان معاصر الفترة اللي كان فيها مأكد فيها النبي محمد نعم كان معاصر لكن هو الوثيقة الموجودة تؤرخ تؤرخ وجود النبي في سنة 34 سنة 634 ميلادية بينما عسب السردية الإسلامية أن الرسول توفي سنة 632 وهذا فيه إشكال جرت فيه نقاشات كثيرة هذا السؤال هل هو كان معاصر أم بعد وفاة بسنتين لأنه ذكر بأن هؤلاء الذين أتوا الذين يسمون سراسنت وكان التسمية للعرب كان يقول بأن يقولهم هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي والوثيقة تحدث سنة 634 يعني فرق سنتين بعد وفاة الرسول فهل يا ترى كان يقصد به عمر أو خلفاء الرسول أو يقصد به الرسول نفسه طيب نرجع تاني لسيباوي يعني سيباوي دوت اللي هو الفارس الإيراني دوت ده أول واحد يكتب يبقى فيه عندنا مخطوطة منه صح هي المخطوط هي كمخطوطة موجودة بس فكرة وجود كتاب مكتوب باللغة العربية اللي أول مرة تظهر مع السيباوي الفكرة وين هي اللي نوصلها مدام موضوع الحلقة هو أن ما هو مدى تأثير العلماء والمفكرون ورجال الدين الذين ظهروا في فارس على الإسلام فعندما نجي نبحث هذه الأمور نجد أن أن تقريبا سبعين ثمانيون مئة من الإسلام جرى 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 تأسيسه على يد العلماء الدين الفرس والعجم أموما العجم يعني يضمنهم فرس فعندما تجي تباوى مثلا أصحاب الصحاح الصحاحة النبوية الأحاديث النبوية تلقى البخاري هو معروف من بخارة في في فارس في إيران الترمذي تلقى ابن ماجة أيضا النسائي السجستاني صحيح مسلم كلهم هؤلاء فرس أيضا عندما تجي ثلاثة من الأم الأربعة هم فرس أبو حنيفة مالك بن أنس هو كان من الموالي طبعا كثير من يقول لا هو عربي لا هو مش عربي هو أبو أنس بن مالك هو أيضا من الموالي أيضا رواة الأخبار مجاهد عطاء بن ربا عكرمس سعيد بن جبير ابن كيسان البيهقي ابن سيرين الحسن البصري النيسابوري مثلا من شوخ البخاري عاصم بن علي مثلا دهلوي شارح البخاري في حاشية القندهاري الخسر وشاهي مثلا من اختصار بالفقه الشافعي عنده أيضا تجي الكرماني أبو صاحب شرح التجريد تلقى مثلا المروزي السجستاني المفسرين الزمخشري المؤرخين الطبري المسعودي يعني حج ابن خلاكان الغزالي يعني هؤلاء هم الذين قاموا صرح الدين الإسلامي فبالتالي احنا لا نستطيع أن ننكر تأثير الفرس هذا لا يعني هو الفكرة وين عندما عبد يا رضا أنا عندي هنا سؤال إذا كان كل دوة عملوا فرس الإسلام عربي ليه بقى يعني ليه مش عايز دروح يعني بناء على كلامك احنا المفروض نقول أن هذا الدين دين فارسي وليس عربي لا يا الأمر ليس هكذا هو القضية وين صارت يعني فكرة العروبة هي أيضا والفرنسة الفرسنة هي شوية تحتاج بها جدل لكن يبدو أنه اللي صار نوع من تبادل الوظائف يعني العرب يحكمون الذين تمثلهم دولة فريش والفرس هم الذين هم موظفي هذه الدولة وبدأت هذه الظاهرة من أيام مروان ابن محمد آخر خلفاء أو من أيام هشام ابن عبد الملك اللي دام حكمه تقريبا عشرين عام كان الذي قام قبله بنقل ديوان ديوان الفرس إلى الدولة الأموية فكرة الديوان هي معناة الدفع طب عبد الملك تروح لدوة وين منع أن الحكام دون مش عرب أصلا لا ما هي الأدلة على أن الحكام دون عرب هل في أدلة يعني عندنا احتمالين دلوقت يعني الاحتمال الأولين اللي بدون السردية الإسلامية بأن دولة جم عرب جم من مكة والمدينة وراحوا مش عارف فين واحتل وكذا طب ما فيه احتمال تاني على اللي انت بتقوله أن دولة أصلا مش عرب دون فرس هل دوارد لا لا أعتقد لأن هؤلاء السلطة والخلافة عادة تكون هي هنا الفكرة الأساسية الفكرة الأساسية بأن الدين الإسلامي هو دين صحيح وفيه كل الناس سواسية ولا فرق بين عربي واجمي إلا بالتقوى كما نقل إلينا العلماء الفرس هم أنفسهم نقلوا إلينا هذه الحديث وصححوها ودققوها فلا نقل هذا الحديث لا فرق بين عربي واجمي إلا بالتقوى هل هذا الحديث يصف في صالحهم طبعا يصف في صالحهم لكن الفكرة وين أن هناك التقسيم للسلطة نحن العكام وأنتم الموظفون وأنتم الذين تصنعون عقل الجمهور فرجال الدين الفرس تلقفوا الفكرة فبدأوا يعيدون صناعة الدين ويؤسسون أركانه وأصوله فقها وعقيدة وسيرة وحديثا فبدأوا يعملون بشكل واسع بدليل وجود هذه الأسماع الكثيرة اللي هم بالمئات هؤلاء هم الذين صنعوا الإسلام وأعادوا تبويبه وضخوا فيه ما ليس فيه يعني من أهم الأشياء وأخطر الأشياء التي حدثت هو توظيف الدين في السياسة نحن هنيكي للنقطة دية بس أنا عندي سؤال أبدا من نروح للنقطة دي ودي نقطة وإما اللي أنت بتقولها يعني يعرب أصلا يعني السردية الإسلامية بتقول السردية الإسلامية أنت قلت في الصحراء الجزيرة العربية وبعدين انتقروا وإحتلوا الشاب وإحتلوا العراق وإحتلوا فارس تاريخيا الأدلة التاريخية يعني 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 مسألة العرب مسألة متشعبة وأوان عندي حلقات فيها نشرتها العرب كلمة عامة تطلق على كل الذين بعد بعد بحث طويل من قبل وطلق على دراسات كثيرة العرب هم كل من يعيش لا يعيش في المدن الذي يعيش في البادية في المنطقة الممتدة بين جبال زاأرس إلى مصر هذا هؤلاء الغذ LIVE الغذ째 زاأرس اللي شرق العراق جبال زاأرس بالفاصلة بين العراق وأيضا جبال طورس جبال تركيا هذه المنطقة فيها أناس يعيشون في المدن وقبل الإسلام الذين يعيشون في المدن كانوا إما يعني يعتبرون من اليهود أو يعني الذين يسكنون في المدن يعني الذين يعتاشون على العمل وليس ينتمزون على انتقال المكان إلى آخر بحثاً عن الماء والكلأ فهذا هؤلاء هما العرب المسألة أين؟ يعني هؤلاء عايشين على هامش الحضارات القديمة وعلى هامش المدن؟ بالضبط بالضبط هؤلاء هما العرب يسمون العرب وهذه التسمية لا تعني أن العرب هو جنس أو قوم الذي ظهر بأن هناك جماعة من الناس هم نسبوا نفسهم أو سموا نفسهم بقبيلة قريش هذه القبيلة بها أفخادر 12 الآن الموضوع هو تاريخي يعني هناك شكوك على أنهم كانوا في مكة والقضية بغض النظر عن الحقيقة التاريخية هو ما تجسده وما تأسسه في الوعي وفي التاريخ وبات فاعلاً في حياتنا حتى يومنا هذا طبعاً لا فعل أدوت بس يعني خلدينا بس نروحنا يعني إذن علم التاريخ أو الأدلة التاريخية بتقول أن دولت كانوا شوية قبائل عايشين على هامش الحضارات القديمة في ذلك الزمان ودولت اللي شالوا السلاح واتحركوا وعملوا وسأوا يعني أنا فهمت صح؟ صحيح هم هؤلاء ربما كلام كثير يعني الحقيقة غابت يعني مسألة أنه الآن نعتر على الحقيقة مسألة مستحيلة الحقيقة غابت وهذا الدين الأول قلت لك في البداية أنه هناك دينة دين الإسلام اللي هو طائفة ظهرت مع حسب السردية الرسول تحولت إلى دين رسمي ومؤسساتي في زمن عباسين هذا السيرة التاريخية مستحيل نفهمها يعني بالحقيقة أنه مثلا أن القول بأن الإسلام ولد كاملا مكملا في مكة وحدثت الهجرة من مكة إلى المدينة هذه لا أدلة تاريخية عليها على الإطلاق لا وجود لقسقوصة وأيضا أن الإسلام ظهر مرة واحدة كذا في يثرب هذا أيضا شيء لا وجود له أن الإسلام أيضا هذا الدين نزل من السماء كامل مكمل ووضعه من قبل رجل واحد اسمه النبي محمد هذا أيضا مسألة لا يمكن أجزم بها ولا يمكن أن يعني منطقيا ما جدوى وجود مئات بل آلاف من كبار رجال الدين الذين أسسوا هذا الدين أيضا الإسلام بالنتيجة هو نتيجة حركة هذه الشعوب في فترة القرن الأول الهجري والثاني واستمرت حتى القرن الثالث وولد لدينا ما نسميه الآن هذا الإسلام طبعا عندي هنا سؤال أنا بعنا كلامك عشان أتأكد أنه لا يوجد أي عربي شارك في تأسيس هذا الدين يعني بالمعنى العقائدي بالمعنى الكذا بالمعنى اللغوي لا يوجد هو لا يوجد حتى الرسول نفسه مش عربي لا يوجد أي حديث يقول بأنه عربي ولم يدأيه أنه عربي الرسول نفسه هو الرسول محمد هل هو عربي؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذا الشيء اسمح للسلمة الإسلامية بتقول أنه عربي لا لا يوجد لا يوجد أدي حلقة في هذا الحصوص بحثت هناك أحاديث كلها أحاديث موضوعة ولا أصل لها لا يوجد أي كلام حول الرسول أنه عربي ولا يوجد أي مصدر الإسلامي الذي هو مدون بعد مئتي عام لا يوجد أي مصدر يؤكد أو يثفر لنا مكان الذي ولد فيه الرسول بينما يثفر لنا مكان الذي ولد فيه علي وغيره فالرسول لا أحد يعرف مكان ولادته لحد الآن وبالتالي نحن لدينا أكدات نهائية أو حاسمة بأنه عربي زي ما بتقول السرير الإسلامي لا تقول السرير الإسلامي لا تقول أنه عربي لا تقولش أنه عربي أصلا لا لا حتى كلمة عربي إنما أنزلناه القرآن عربيا كلمة عربيا لا تأني هذا الآن الذي نفهمه وحتى قبل ألف سنة يفهمونه بأنه لسان العربية مقصود باللغة العربية لم تكن هناك لغة عربية بالمعنى الذي نعرفه اللغة العربية وضعت لاحة فبالتالي المقصود بأنه أنزلناه لسان عربيا مقصود باللسان عربيا مبينا معناته واضحا مفهوما العربي يعاكس الأعجمي الأعجمي يعني كلام غير المفهوم العربي مثل هذا الآن أعرب فلان عن خشيته أعرب السيدة الفلان يعني شيء يخرج من الفم وليس ما أنا كلمت عرب أنه جنس إذن قرار تأسيس هذا الدين كان قرار من الحاكم المسلم الحاكم ممكن نقول عليه المسلم هو قرار بأنه نحن بحاجة لدين وضع دين مؤسساتي وربط الدين بالدولة أو أمبراطورية لدينا أمبراطورية نريد أن نعتمد على الدين ويعني يعني أعتبر لكل دين وكل أمبراطورية دولة فتوظيف الدين لصالح الدولة وهذه عملية لم تكن موجودة بزمن الرسول ولا بزمن الخلفاء ولا بزمن حتى الدولة الأموية هذه ظاهرة توظيف الدين لصالح الدولة هذه موجودة في الفترة العباسية بناء على كلامك دون جمعوا شوية قصص وعملوا من هذين الفرس تحت الحكم العربي الحكم العباسي الحكم العباسي ماذا حصل بدأت العملية حتى يشرح لك ماذا حصل حصل أنه مثلا بدأت من أيام عبد الحميد عبد الحميد الكاتب بحدود 120 هجرية هذا بدأ ينشر مفاهيم جديدة بدأ ينشر طريقة جديدة في الكتابة طريقة جديدة في الطرح طريقة جديدة في نشر القيم فبدأ ينشر قيمة الطاعة الطاعة للحاكم الطاعة للحاكم لم تكن مسألة لها علاقة بالإسلام بدأ توظيف الدين وربطه بالدولة من خلال هذا الصوت بي خلق لا هو مساندة الصوت في مشكلة الصوت عن في مشكلة الآن بالله رجع رجع صار في نخبطة جاي سار باك فاير راح الصوت صراحة هلو تسمعني ما ماكوش هل كده هل كده صوت هل سأرجع براحكي صاري تمام اوكي اتفاضل هل سأرجع هو المهم الفكرة أنه بدأ عبدالحامي كاتب بربط التوظيف الدين لصالح الدولة وهذه عملية قام بها الفرط وعلى أساس جرى تأسيس الإسلام الثاني النوع الثاني من الإسلام الذي استمر بينما انقرض النوع الأول والذي أسسه الرسول محمد وبعده الصحابة والخلفاء وحتى الزمن الأموين حتى أطيق دليل على هذا الموضوع هناك أمثلة مثلا ليش أقول لك بمفهوم الطاعة هو مفهوم فارسي إلا علاقة بالفهم الفارسي الطريقة الفارسية في الحكم يعني المسألة ليست فقط أنه أنه معظم الألماء هم من الفرص وبعض المسلمين الآن مثل يطلع لك خميسي وعد الخميس اسمه ما عرف إيش وأيضا عدنان إبراهيم يتحدثون لما أين المشكلة الإسلام لا يفرق بين عربي و الجن لا هناك مشكلة هناك مشكلة وهي مشكلة بالفهم وليس الإسلام الآن تأسس ونتهى الموضوع لكن المسألة بالفهم بأنه عندما توظف الدين بالصالح السياسي ويصبح الانتماء والطاعة للحاكم فهذا معناه شيء جديد هذا لم يكن موجود في زمن الرسول زمن الرسول أعطيك أمثلة مفهوم الطاعة للحاكم لم يكن موجودة حتى الرسول نفسه لم يتحجز بالقرآن ولم يوضف الدين لصالح السياسي بالعكس كان الرسول يستشير الصحابة واحدة من أحداث المشهورة أنه شخص كان يقسم الغنائم قال اعدل يا محمد فالرسول غلب في وقتها فاتخيل مدى الفتاح يعني كان نظام الألاقة بين المجتمع المسلم أو طائفة المسلمين في ذلك الزمان ألاقة ندية يعني هنا قائم على مبدأ المساواة وهذه مسألة عشائرية وقبلية معروفة فهذه أيضا أرطيك مثال آخر أبو بكر بعد ذلك لم يتحجز بالقرآن عدم يولي من قبل التخابوه الآخرين وقال أنا لست بخيركم بعد ذلك أيضا عمر نفس أملها كان يجهل بالدين أصلا عمر كان جاهل ما أعرف شن الدين يعني حتى أصدر أمر حول النساء ما أعرف شن وحده من الجال قالت لي أنت عارفت عايب القرآن كذا قال والله حتى النساء أفتح من عمر أجيب لك أمثلك الحاسم بس ده عمر ده عمر شارك في التشريع وكيف تنزله آيات مخصوصة عشانه يعني بناء على رأيه يعني عمر ريون رأي يتحول إلى آيات قرآنية بس هذا مو بالدين هو كان مجرد يعني أعطي رأيه يعني ما كان حوار حول الدين لكن بعد ذلك جرى تحويلها إلى دين بعد التدوين يعني هذه من خلال هاي الحوادث من خلال هاي الحوادث بدأوا يؤسسون الدين مثل ما بدأوا يؤسسون الدين على الأحاديث النبوية التي جرى جرى تخليقها أو تصنيعها أو ابتكارها أو يعني تلفيقها ما سوى بناء على اللي أنت بتقول الليبراطورية الاستعمارية العبا السيدية دي مش توظفة الدين دي اخترعة الدين دي اخترعة الإسلام مش وظفة الإسلام طبعا هو لا بد من اخترع وكل اخترع هو أصلا وكل اخترع من البداية سواء الإسلام الأول أو الإسلام الثاني اخترع فكرة وهذه الفكرة تؤسس عليها شرعية والشرعية بعد ذلك تؤسس لك ما تشاهد تقدر بعد ذلك من خلال يعني تفاعل أو تؤسس مؤسسات مؤسسة قضاء وتجي بأحكام بحاجة أن تبدأ تبحث في الماضي في التراث الموجود في القيم والعادات المنتشرة ومن خلال تستخلص قوانين وأعراف وتقاليد وأحكام بعد ذلك تفرضها على الجميع هكذا تبدأ الأمور يعني ده معناه كده أنهم عشان يخترعوا هذا الدين أو يعني بلالة ده معناها أنهم مدوا إيديهم في القصص والحواديث المتدولة وقتها وبعدين عملوا لها بوناديني اسم الإسلام هل أنا فهمت صح؟ بالطبع بالتأكيد كانتهم قياسيا يعني المسألة كانت محددة ليست هكذا مفتوحة كان القياس العملية الأساسية لا يعتبرون أن هذا الدين هو خالص خالص مالص يعني جاي من السماء مباشرة هاي مسألة أساسية وأنه لا علاقة له بالأديان الموجودة سواء المسيحية أو اليهودية أو التراث اليهودي أنه لا هذا هو صحيح به قصص توراتية هم يعني هم كلهم جمعوا القضية من التراث الموجود بالكامل لكنه أنكروا أنه له صلة بهذا التراث أنما قالوا الدعوا بأنه له علاقة بالرسالة ونزلت من السماء مباشرة وأن هذه القصص ليست متواجدة تداولة حتى لو كانت متداولة فلا بأس لأنه المصدر واحد والله فنحن استلمناه من الله مباشرة وكل المصادر الأخرى غير موثوقة هذا طبعا كان ضروري لتأكيد شرعية الدين الجديد وشرعية الخلافة وشرعية الدولة والامبراطورية لم تكن لك دولة الأمبراطورية فهذه الأمبراطورية لا بد من شرعنتها بهذه الطريقة وهذا السلوك صحيح طبعا لم يكن هناك حل آخر دمعنا يعني دمعنا منذ التأسيس والإسلام مشروع سياسي في الأساس مش مشروع ديني هو كان مشروع سياسي هو السياسة مع الدين مختلطة بالتأكيد لكن عندما نفهم موضوع السياسة السياسة معناها معناها الهناني اللي هو يعني سياسة أدنى مفهوم مختلف بعدما نتحدث عن السياسة في العالم العربي والإسلامي وتاريخ المنطقة المقصود به هو سياسة الخيل يعني سياسة الطاعة أنه أنا أقود أقود الحمير أقود الرعية فالقائد هو الذي يسوس الناس فمألة سياسة هذا لكن السياسة الآن بمعنى اليوناني وما بعد حتى الآن السياسة العلم كامل نحن ما زلنا متخلفين عن هذا ولم نصل بدليل الحاجة لأنها ما قدنا سياسيين بالعالم العربي ولا اقتصاد ولا دولة حتى طبعا معنا كده أن الفرس هم بيكتبوا هذا الدين يعني بناء على اللي أنت بتقوله طبعا بيكتبوه على مزاك الحاكم يعني المحاكم يقول له الغذية تلغيها شيل دي شيلها هو شيء من هذا القبيل لكن وين اللقبة اللقبة القضية بدأ يعني هي صار نوع من نقل أو بدأت العملية حتى أذكر لك كيف دخلت فارس في السردية الإسلامية وصنعت هذا الدين الإسلامي بروح الدين الإسلامي روح الدين الإسلامي قائمة على النص القرآني لكن النص القرآني عمال أوجه بتعبير الإمام علي وأنا قلت لك هناك مرحلة المرحلة الأولى محمد الخلفاء الأموين هؤلاء كان الدين بعيد عن السياسة وكلهم استلموا الحكم ولم يربطوا أو يبرروا انتماءهم للدين يعني بحجز ديني حتى الإمام علي في خوارج الوحيدين اللي كان لاتهم نوع من اللجوء للربط الدين بالسياسة وقالوا لا لا حاكمة إلا الله لكن هذا موضوع ممكن ناخشى بعدين الإمام علي نفسه رفض اللجوء للقرآن نفسه رفض ربط الدين بالسلطة وقال ابن عباس عندما فاوض أرسله المفاوضة للخوارج قال لا تحاجة أن القرآن حمال أوجه فبالتالي لا تحاجة معاوية نفس الشيء عندما قال أنا استلم الحكم قال أنا لست يعني ما قال أنا خيركم قال بالله بالضبط كالكلمة يعني قال أنا أحكمكم بالسيف أنا أطلبكم الطاعة وأنا أحاول أن أسهل أموركم وأنا أنتم رضيتم بي وفكرة الإجماع إجماع العشائري بهذا المعنى أيضا بعد ذلك كلهم يزيد كلهم تقريبا كانوا لا يبررون حتى أثمان نفسه أيضا كان يبرر الموضوع مو بطريقة أنه يعني لا يربط أنه قميصا قمصنيها الله فمعنى أن هذا علاقة بالقدر أو الجبر لأن الدولة الموية كانت تقوم على الجبر وليس أنه هذا قدر أو هذا رزق أرسله لنا الله وجعلنا حكاما عليكم وعليكم أن تخضعون لنا وهذا أمر أنتم لستم لسنا قادرين على الهيمنع عندما ظهر عبد الحميد الكاتب وظهر واحد اسمه سالم هو تلميذ سالم وكانوا كانوا يعملون معهشان بن عبد الملك هؤلاء ما لا فعلوا أولوا نظام الخطاب نظام الخطاب أو فكرة بدأوا يكتبون رسائل طويلة يعني طبعا هي ممبراطورية شاسعة لازم يصير رسائل وتوصيات وإحكام إدارية وما إلى ذلك فبدأ بدأت بدأ الرابط بين بين الدين والسلطة عبر مفهوم الطاعة فقالوا لا طاعة لمخلوق بمعصية المارح اللي سابقة لا طاعة لمخلوق إلا بمعصية الخالح أصبحت الآن طاعة ولي الأمر أولى من كل شيء وبدأ ينتشر هذا وهذه من أين أتو بها أتو بها من عهد أردشير اللي كان هو المبدأ الأساسي الذي كانت تعمل على أساسه الدولة الساسانية السابقة على الدولة العباسية والدولة والامبراطورية الإسلامية فما لا يقول هذا هذا كان أساسي يقول لك الدين بالله العبارة بالمبط عبارة الدين أس والملك عماد وليس أقوى على اللي طاعة بالملك من الدين هذا مبدأ الأساسي أن الدين هو الأس والملك عماد يعني الملك هو الذي يحمي الدين لكن ماذا حصل ربطوا هاي المسألة وعندما تلاحظون أبن المقفح هو عاش في الفترة التانية الأموية والعباسية كان إلى دور كبير بترجمة ونقل التراث الفارسي بالكامل للغة العربية وهو كان أيضا صديق عبد الحميد الكاتب اللي هو كان بلاطة الدولة الأموية وكان هو من يعني من يعني السكرتير أو مستشار مروان بن محمد وكان عاش معاه حتى من كان مروان بن محمد هو أمير إرمينيا كان معاه ومات معاه حتى بالمعركة مات معاه أيضا عبد الحميد يعني معركة الزابع اللي يصدق فيها دولة الأموية فبعد ذلك عندما إجه هارو الرشيد وابو جعفر المنصور احتاجوا وكانوا اعتمدون على من اعتمدوا على الفرس في إسقاط الدولة الأموية وهذه هذه إشارة إلى قضية أساسية أن الفرس من هذه اللحظة بدأوا يدخلون بعمق في الدولة العباسية وكانوا هم الجنود والحرس وأيضا المفكرين والإداريين الذين يشرفون على كل شيء حتى الأدباء كثير من الأدباء تلقوا أصلهم فرس طيب فضل بس اللي أدوصلك أنه الفكر صار مبدأ أنه الطاعة طاعة الله طاعة الخليفة هي من الطاعة الله بينما هذه كانت غير موجودة في زمن الرسول وزمن الخلافة الراشدية هذه قضية مهمة جدا وهذا يأدي يأدي هذا طبعا أن تتلقى اليوتيوب مليان أنه الدين أصل فارسي والحلماء فارس لكنهم لا يقدمون لك ما معنى هذا يعني ما معنى أن هؤلاء فقدما تجي الآن على الأدبيات أو سرديات الدينية الأساسية تجد هذه المسألة مرتبطة ربط الدين بالحكم وبالحاكم هذا مسؤول وحتى الأيام الإخوان المسلمين الإسلام دين ودولة هذه أصلا لها علاقة بالتراث الفارسي وليس بالتراث المحمدي يعني أنت شايف أن التراث المحبادي ما فيش في فكرة الدولة يعني ما فيش في فكرة الحكم والسيطرة لا يوجد ربط بين الدين والحكم يعني كانت المسألة أبسط من هذا بكثير يعني ليس لأن يعني هو مو أقول ما كان موجود لا ما كان في بالهم يعني ما كان في بالهم بالمرحلة الإسلام الأولي أو البداية أو السمال مبكر وما بعده لم تكن في بالهم هاي الفكرة هو كان في بالهم أنه مسألة هذا حاكم وهناك عقيدة وطائفة نؤمل بها أنه عندنا إله هذا الله هو إله المحلي مالنا وهو يمثلنا وهو أحسن الخالقين يعني هناك آلهة آخرين حتى بالقرآن الموجود الله هو أحسن الخالقين معناها هناك خالقين آخرين لكن إحنا ديننا بتعبير إيمانويل كانت يعني فلازم يعني نبجله ونقدسه ونتملق له فبالتالي مثل واحد يحب وعدة يعني أنت أجمل وعدة بالعالم أنت العالم كلها تحت قدميك أنت اللي خلقت العالم فهو نفس الفكرة أصبح هذا الإله هو إله الكون وإله كل شيء إذا ما أكل فرص دمجوا الإله مع الحاكم ولحد هذه اللحظة عندما تجعل خامنية وتجعل الخميني تجد ولاية الفقية اللي دعوا ممثل الله على الأرض يعني حتى عندما تحولوا وأصبحوا شيء يعني صارت القضية هنا يعني شعبنا كثير بس يا ريت حتى نرجع نفصل بالتفاصيل آه طبام طيب أنا عندي سؤال بس هنا طب يعني إذا كان اللي صنع الإسلام يعني يعني 90% منهم من الفرس طب هو وليه يعني الحضور الأديان الإيرانية القديمة الإيرانية القديمة زي الزردشتية حضور أقل من اليهودية ومن المسيحية لأنه كان محكومين بالنص القرآنية النص القرآن كان مؤتمد بدرجة رئيسية على التراث اليهودي المسيحي وهذا ما يسألها طبيعية لأنه ظهر في المنطقة منطقة الثقافية السريانية والآرامية واليهودية يعني يثرب قريبا على منطقة الفلسطين والشام فهناك تأثيرات قليلة لكنهم عندما بدأوا يعملوا بدأ دخل التأثير الفارسي على الإسلام أو صنع الإسلام صنع الإسلام بمعنى الكلمة دخلت يعني تجدها بأحكام الصلاة بالفراغة الدينية بفكرة يعني المخلص أفكار كثيرة جدا موجودة بالزراجسية انتقلت إلى الإسلام وهذا مسألة طبيعية يعني أنا ما أعتبرها يعني مثلبة لأنه عندما أنت تجد تأسس دين كامل لابد أدك مسألة طبيعية أنه تستعين بالماضي وبالتراث وبالتراث وبالتراثة الشعوب خاصة أنه الإسلام يعني لا يمكن أن نعتبره خاص يعني أكون هنا خطعت للناس أعتبر الإسلام هو هذا نازل دين واحد نازل فقط للعرب وهؤلاء العرب كده وكلمة عرب بها شكالات كلمة الإسلام بها شكالات لا الإسلام هو هذا الدين هو نضح هذه الشعوب على مدى 2000-3000 عام هذا الدين هو 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 الثمرة مالكنا تعجبك هاي الثمرة بس هو في الحالة دية هو مش ثمرة الشعوب ده ثمرة الذين حكبوا وأسسوا براتورية استعمارية يعني ده بونتك قرره وأسسه وتكتب تحت إشرافه حكام عندهم إمبراطورية استعمارية بتحتل العالم أو بتحتل المنطقة هذا هذا الشيء ممكن هناك جدل هناك صراع بين الحاكم والمحكوم بين طبقتين حتى نوضح الموضوع أكثر ظهرت من أيام الدولة الإموية طبقتها طبقة الرجال الدين أو الكهنة بالتسمية القديمة طبقة رجال الدين وطبقة الحكام وحكام هما من قريش كبار ورجال الدين هما من شعوب المنطقة يعني من العراقيين أو الشام الشوام أو من الفرس ماذا حصل عندما استوردوا الثقافة الثقافة الطاعة من البلاط الساساني حكم أردشير ماذا فعلوا حكم أردشير عندما ندعو الكثيرين إلى أن يقرؤون عهد أردشير اسمه عهد أردشير يقرؤونه كان النص يقوم على أساس أن رجال الدين يأتمرون بأمر الحاكم ماذا فعل رجال الدين الرجال المتقفين الفرس أو الكتاب السيرة والذين بدأوا بتدوين المخطوطات أو التدوين الإسلامي الكامل يعني تدوين السيرة والحديث وكل هالأشياء ماذا فعلوا قلبوا الموضوع واحتالوا على القضية كيف احتالوا قالوا أن الدين هو أساس الملك صحيح لكن لا ملك إلا بوجود الدين يعني هو نفس الكلمة لكنهم تلاعبوا عليه ماذا فعلوا قالوا أن رجال الدين أو وظيفة الحاكم هي حماية الدين بينما أردشير كان الحكم كان النص الفارس القديم هو عكس هذا أنه الدين أدات بيد الحاكم وهؤلاء هم الذين تحكمون بأمر الناس ولكن بطاعة الحاكم ماذا فعل رجال الدين الفرس لأنهم فرس ولأن الحكام عرب ماذا فعلوا جعلوا رجال الدين لهم الأولوية بدليل أدلة كثيرة جدا أبو حنيفة رفض أن يكون يعمل لصالح المنصور وقبله للسفاح رفض رفض لأن رجال الدين لا يدخلون بشؤون الحكم واستمر الأمر حتى أيام ابن حنبل وقبلها أيضا مؤضعهم كانوا يرفضون حتى الشافعي وغيرها كان هناك تقليد بأن رجال الدين هم وأيام المتوكل خضع لهذا الموضوع خضع من أيام المتوكل حتى يومنا هذا رجال الحكم خاضعون للدين وبالتالي لرجال الدين أي أن رجال الدين لا يستطيعون أصيانة أمر للحكام لا يستطيعون أصيانة أمر أو فتوى أصدرها رجل الدين وأضربت أمثلة حتى بأيام عندما صارت حركة محاولة للإصلاح الدين بتعبير السيسي وبعد ذلك تجديد الدين تحولوها ومع هذا بعد ذلك موضوع بدليل وهذا واضح لأن وظيفة الحاكم هي حماية الدين الأولى معناتها رجال الدين هم الذين يتحكمون بأمر الناس وأمر الشعوب وأمر الدول وهذا توضح بعيام الربيع العربي بشكل لا لبس فيه الآن لا يوجد حاكم يتعرض للدين لا يوجد حاكم يحاول أصلاح الدين لا يوجد حاكم وظيفة الحياة لأنه بدأ يعرف وظيفته وإلا تطلع عليه التظاهرات ويسقط خلال أيام طيب بناء أنا بتقوله إحنا محتاجين يعني الفكرة المنتشرة في شوفان التاريخ هي الفكرة الماركسية يعني أو يعني الأيدولوجيا الماركسية هي الأكثر انتشارا في تفسير التاريخ حتى في الأكاديميا الغربية إنت بناء على إنت بتقوله إحنا محتاجين تفسير تاني اللي هو التفسير الديني للتاريخ عشان نفهم التاريخ أكثر إحنا محتاجين مدخل تاني اللي أنا ممكن أسميه التفسير الديني للتاريخ طبعا موجود هذا موجود يعني يعني الشغل اللي اشتغال حسين مروة اللي قتله الشيعة أيضا رغم أنه رجل عمره 80 سنة 85 سنة وقتله بفراشة أنا خطية كتب النزعات المادية في التاريخ العربي الإسلامي مجلدين ضخمين جدا أنا مطلع على مجلد واحد بس من زمان من 30 سنة فالتفسير أيضا يعني كثيرين عملوا في هذا المجال فالعبدالجبار عمل على هذا المجال لكن هنا المشكلة المشكلة أنه تفسير موضع إسقاط للماركسية على التاريخ لا الماركسية مهي المشكلة الماركسية تعمل على أساس لها علاقة بالرئيس مالية وتطرر رئيس مالي وعلى فائض الإنتاج احنا بالنسبة تاريخ العربي الإسلامي حد يومنا هذا فائض الإنتاج بالنسبة لنا هو فائض الريع يعني وليس لدينا إنتاج أصلا قام يعني واقع العرب الإسلامي قام على مفهوم الغناء السطو والسلب واستخدام القوة للحصول على المكاسب والغناء فبالتالي احنا لا ننتج شيئا لكي نحصل عليه فبالتالي المبدأ الأساسي الماركس ميش إحنا يعني تقول احنا لا ننتج شيئا انت أصدك مين قد أصدك لباراتوات الاستعمارية ديت ولا أنت أصدك مين شون شخصك السمارية شما فهم لا يعني يعني أنت بتقول احنا كلمة احنا دي تقصد بها مين هاي الشعوب المنطقة يعني الشعوب المنطقة اللي بالعراق ومصر والشام والشعوب التي تسمى شعوب عربية أنا ما أعتبر شعوب عربية أنا أسمى شعوب شرقية أسميها أو شرق عوسطية يعني أو شعوب سامية تقدر تسميها أو شيء من هذا المهم كلمة عرب بها اشكالات كثيرة وفات وقتها لكن هي أدى ما نستخدمها نستخدمها بمعنى الثقافي إنه ثقافتنا واحدة وثقافتنا مشتركة وهناك مقاربات فيما بيننا أما فكرة عرب كقومية هاي مسألة أعتقد فات عوان ها انتهت يا 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 تفضل أنت كان سؤالك عن الماركسية قد تأخشي آه يعني يعني أصدر النظرة المسيطرة في التاريخ هي يعني وشوفانا للتاريخ في المنطقة دية هي نظرة طلعة يعني أو انعكاسات للفلسفة الماركسية آه يعني يعني لها منطلقة من فكرة مثلا إن اللي حصل كان لازم يحصل حتميا يعني مثلا يعني المنطلقة من فكرة صراعة طبقات مثلا يعني يعني هل تعتقد يعني في الطرح اللي انت بتقوله ده ينفع نستخدم الماركسية عشان نفهم ولا احنا محتاجين أدوات أخرى آه في شوفان تاريخ المنطقة دي هو لا مناهج موجودة كثيرة المنهج التفكيكي المنهج التحليلي المناهج كثيرة جدا يعني وعدما تيجي تقرأ محمد أركون وأيضا جابري وهناك ناس تشتغلوا على بشكل عميق على التراث نصر حامد أبو زيد هؤلاء قدموا أعمال ممتازة حتى حسن حنفي أعمال ممتازة ندقوا أن جميع الناس تقرأ يا أخي المشكلة الناس ما تقرأ هو باسم التهي والله ها لقلنا عملة مكتوب عليها خسره وهذا دليل على أن الإسلام أصل فارسي وأن محمد ظهر في مكة وأن هذه القصص التعبانة أنا أرجو أدعو الناس يبطوهم من أجل يعني ما الهدائي لأنه الموضوع عمق من هذا وأكثر تعقيدا يعني يعني واحد قال عملة في خراسان مكتوب عليها كذا بها رمز أو صورة إلى فارس ومكتوب عليها محمد فمعناتها هناك ظهرت وراح يسألف لقصة كاملة على هذه العملة لا الموضوع ليست بهذه الصورة الموضوع أنه هذا الدين هو محصلتنا أنت أجبك ما يعجبك هو بالعكس هو كل سيئات يعني يعني سيئات يعني أنت بتقولي محصلتنا مش محصلتنا كمصريين تتم استعمرنا وفرض الدين دي علينا يعني يعني خلينا عشان أسألك السؤال يا دي محصلت إمبراطوريا استعمارية فرضت على المصريين هذا الدين لكن هذا الدين ليس إنتاج مصري لا المصريين أيضا يشتركوا بيشو ما يشتركوا إنتاج مصري إزاي وإحنا اللي اخترعنا الإسلام المستعمر هو اللي اخترع الإسلام وفرضوا علينا يعني فالإسلام ليس اختراع مصري وما هو الإسلام هو الإسلام ليس اختراع أيضا ليس اختراع الحجاز ولا الجزيرة العربية لا هذا أيضا المصحيح لا واختراع مصري ولا واختراع الجزيرة ويترب ومكة ودولة ريش أيضا نفسي شيء لا يوجد فرق الإسلام هو حصيلة هذا الطحن بين هؤلاء الشعوب المختلفة على مدى 1500 عام هذا الموجود اللي يمثل هذه الشعوب وما أنه علاقة ما مضى قبلها صار يعني الناس إسمحنا سارك سؤال في الحيطة دي أنت بتقول أنت لازغ طرعه خاط قرار بتأسيس هذا الدين هم مستعمرين اللي هم العباسيين طبام وساعتهم شوية نخبة من الفرس وبعدين دلوقتي بتقول حاجة تانية تبدو للي بيسمع أنا عايزك تشرح يعني تبدو للي بيسمع عكسها أن هذا الدين يعني عملوا المصريين وعملوا الشوام وعملوا الأمازيغ يعني الاتنين وصفاتين مش هو الحاكم هو اللي قرر هذا الدين وهو بحكم سلطته وبحكم أنه هو يمسك السلاح وعنده الخوة فرض ده على الشعوب ولا هو إنتاج الشعوب يعني أنه وحنا فيه عملية مختلطة الدين على يعني جاك الدين على شعوب على دين ملوكها فهو هكذا هو المنفهوم القديم وحتى أيام الفرنسيين أو الويس الرابع عشر قال أنا الدين أنا الدولة وأنا الدين يعني أنه الفكرة من أيام يعني حتى معاهدة وستفالية كان الشعوب على دين ملوكها أنا أؤمن بهذا الدين بدليل مثلا الحاكم عباد الصفاوي أجي حكم إيران قال الكل يصيرون شيعة فرغم أن في جميع صاروا شيعة صاروا شيعة فبالتالي الآن الفارسي نفس المشكلة المصرية الآن يقول لك أنا مصر شو تقريب هذا الدين الفارسي أيضا الآن المشكلة موجودة نفسها لك أنا شو تقريب هذا الدين أنا أصلا أنا أنا كنت سني وقبلها كنت أنا زرادشتي فبالتالي لكن الذي حصل قتلوا وذبحوا الملايين والحاكم فرض على الجميع أن يكونوا شيعة فبالتالي الأغلبية والأغلبية والأغلبية الموجودة النساء من السنة لكن ماتوا ملايين بسبب هذا القرار وتحولت الناس الناس على دين ملوكها وأيضا هذا لا يمنع بأنه الملوك أو الحكام لا يستجبون لرغبات الناس لأنه إذا أرثت أن تطعف أمر بما هو مستطع كما يقال فبالتالي العملية التفاعلية بين الطرفين وهذا ينتج بالنتيجة النهائية يعني هذا الطحن بين الجميع بين القوة المختلفة بين قوة الناس بين حاجاتهم بين أغراضهم بين هواجسهم بين ظروفهم هذه كلها اجتمعت وأنتجتن التراث الذين لدينا الآن وهذا التراث اشترك فيه الجميع يعني لا نقول المصر اشترك فيه ولا نقول الايراني ولا نقول الفارسي ولا العربي ولا العربي في الجزيرة إنما هو حصلت هذا العجين الآن إحنا هاي العجين اللي قدنا هي حصلت في الجميع أخر سؤال في الحتة دي عبد لما رحل السؤال الأخير يعني أنت بتقول التفاعل يعني اللي جي الحاكم اللي معه السلاح وبعه القوة لأن انت قلت جملة إن الشعوب على دين ملكهم يعني هل الحاكم ده تجي قال لهم إيه رأيك يا شعب تبقى المسلمين ولا لأنه هو يملك السلطة ويملك السلاح ويملك الباور فرضوا تدريجيا على الشعوب وبالتالي ما كانش فيه تفاعل التفاعل ده لما يبقى طرفين زي بعض لكن ما كانش فيه تفاعل ما كان بالقوة والقمع وانت قلت ده أوكي صحيح لكن هنا اكو قضية التفاعل موجود بالعكس قد ما تجي تراجع الفترة الأموية والعباسية كان الحكام والخلفاء يرفضون دخول الناس في الدين والإسلام المصريين لحاجة القرن الخامس الهجري يعني بحدود ألف ومئة ألف ومئتين الأغلبية هم باقين أقباط وهم مسيحيين لم يكن وكان مرفوض لا يقبلون بدخول المصريين للإسلام لأنه معناتها الدولة راح تخسر يعني تفلس وتشغر فلاسة لأنه الضرائب والفلوس والخراج والجزية وما إلى ذلك كانوا يأخذونها من هؤلاء كانت على رأس المصر أعتقد دينار ذهب سنويا طفل العمر سبع سنين وأكثر لكن بدأت الناس تدخل بالدين بعد الغزو التتري وهذا بحث آخر يعني راد ناقشته بدأت الناس تدخل بشكل غير طبيعي بعد الغزو التتري بعد يعني دخول تيمر ما أقول لنا سريعا شمعنا بعد الغزو التتري أنا أذكر كتبتها بس ما بالي يعني الموضوع هكذا هو الأغلبية المنطقة الأغلبية تحولت للإسلام أو صارت يعني أكثر من 50% مسلمين بعد خمس قرون من الإسلام وهذه مسألة ممكن تتققون بها يعني أنا متأكد منها لكن تفاصيلها ما عندي وحتى العصر يعني حتى هاي قبل 50 سنة في سوريا ولبنان تقريبا نصف الناس هم مسيحيين يعني حتى الفترة القريبة هاي المئة سنة الماضية تجد أنهم بغداد كانت مدينة بغداد مثلا اللي هي كانت عاصمة الخلافة قبل مئة سنة نشوف الحصاء السكاني نسبة المسلمين بها 40% و30% يهود و20% مسيح وهكذا يعني ما تلقي نسبة كبيرة لكن بدأ التحول لأسباب إلها علاقة بالمجتمع الحكام على العكس كان الدين أشبه بالإسلام وما زال طبعا بمناسبة أشبه بدين النخبة حتى اللغة العربية كانت أيضا لغة النخبة فهذا اللي دعوتك كانت ممتازة لإعادة قراءة المشهد بطريقة موضوعية تدقق غير متحيزة منفتحة ولا تعتبر أن الدين هذا الإسلام الذي هو نضح هذه الشعوب كلها بما فيه سواء أنت قبله ما تقبله وهكذا هذا هذا اللي اتجاه يعني لسنا ملائكة على الأرض حتى ندعي بأن هذا الذي نوم به هو آخر صيحات المطلق والآلهة لا ما لها علاقة علينا أن نرجع كما قلت ندقيق بالأمور ونفهم ما حصل وهذا هو الطريقة الصحيحة لأن نفهم ما جرى فبالتالي موضوعنا الأساسي كما قلت هو أن نحدد أن هذا الدين جرى الهيكل العام ماركة بأكمله جرى تأسيسه من قرب العلماء الفرس وهؤلاء كانت كان لديهم نوع من الرغبة بالسيطرة تحويل الأمر جعل الدين هو الحاكم على الحكام ونجحوا في هذا الأمر وما زلنا ندفع ثمن هذه القضية وأتمنى نركز على هذا الموضوع هذا الموضوع الخطير الذي ما زال حاكما وما زال وهو الذي جعل الناس الآن حتى أجاوبك واحدة من الأجوبة على سؤالك أنه ليش هذا التفاعل صار الناس متفاعلين مع الدين لأن الدين بدأ يعطيهم نوع من الحرية والهيمن على الحاكم الحاكم صارت وظيفته خاصة الإسلام صارت وظيفته طاعة الناس وتلبية رغباتهم وتنفيذ أوامر وتعليمات دينهم ولحد الآن الجمهور بسبب بسبب هذا التغلغ للفارسية والتغلغ للفارسية لحد الآن الجمهور يطعن بالحكام ولا يطعن بالرجال الدين لاحظ هذه القضية يجب أن ننتبه لها أنت تشوف أي واحد تتقعد معايا واحد على القهوة يقول لك هذول الحكام ظلمة وفاجرين ومستبدين وعملاء وخوانة وكفرة ولا يعرفون حق الله بينما قلها يحكي على هذا الرجل الدين تلاحظ الإسلام كدين وكرجال الدين سرقوا قلوب العامة ومن أيام المتوكل إلى هذا اليوم وبالتالي الرجال الدين هم الحكام الحقيقيين يعني صحيح ممكن الحاكم يزعل عليهم في سنة سنتين عشرة عشرين لكن يرجعون أقوى وأقوى وهذا ما حصل يعني من أيام عبد الناصر كما ترى الآن رجعهم المسيطرين هي مولي أنه يجي واحد مثلا يجريك السادات هو طه مجال أو حصل مبارك طه مجال لا لأنه كان لم يجي طريقة إلا لأن يقطيهم السلطة حتى أمريكا حتى أمريكا أوباما قال إذا هو إذا هو الشعب المصري يحب الدين خلّ هاي الأحزاب الدين تسلم الحكومة وشي سألهم عنه هذا كله يرجع إلى تلك اللحظة التي قرر فيها عشرات من المفكرين وعلماء الدين الفرس الدخول والتغلغل في الدولة في الإمبراطورية الإسلامية التي أسستها دولة قريش وجعل جعل الرجال الدين هم الذين يتحكمون بأمر الناس وليس الحكام والحكام يتحولون إلى مجرد خدم وأناس يخدمون الدين فقط يعني يعني نقدر نقول خلاص حلقة النهاردة أن الإسلام دين صناعة فارسية بنسبة كبيرة جدا وليس صناعة عربية وتم تسعى صناعته تحت إشراف وسلطة عرب مستعمرين احدى له المنطقة دي خلاص النهاردة وفي حاجة تانية عايز تضيفها هو أضيفها مثلا القضية المهمة التي اتقرأتها بالبوست مالتي أنني قلت بها جملة مهمة أن الإسلام الذي صنعه عدد كبير من رجال الدين الفورس والعجم ونسبة قليلة منهم من العرب وصولهم عربية هذا الإسلام هو الذي صنع القرآن وليس القرآن هو الذي صنع الإسلام معنى أن هذا الإسلام الذي نعرفه حاليا كدين تشتق منه مؤسسات دينية هو من يعني ليس من صنع القرآن الذي نعرفه إلى حد بعيد فهنا نحن الآن نخضع لإسلام صنع القرآن وليس قرآن صنع الإسلام وهذه مسألة بها بحث طويل لا أقول تاني كده بفضلك لأن هذه قبلة مهمة أنا أقول بأن الإسلام هو الذي صنع القرآن الإسلام الذي صنعه وأسسه وابتكره عدد كبير من رجال الدين في الفترة العباسية ونهاية فترة أموية هو الذي هذا هم هؤلاء الذين صنعوا الإسلام فترة أسسان الذي بدوره صنع القرآن وليس القرآن هو كان المصدر الأساسي للإسلام الذي لديناه حاليا طبعا عبدالبقاء نحن نروح لتعليقات في نستاذة روبي بتقول العرب بالأساس هو بالباد والرحل وقريش كانت إحدى الأماكن المقدسة التي كانوا يزورونها أثناء ترحالهم حياتهم كانت تعتمد على الرأي والرعي والتجارة وصل العرب إلى الأغريق القدماء يعني عندك تعليق على اللي بتقول روبي هو العرب هم البدل الرحل هم كل واحد يعيش خارج المدن تقريبا نفس المعنى وقريش يعني أجل بيت بيت عبادة وكان الكعبات موجودة تقريبا 18 كعبة فكان موجودة الكعبات موجودة في كل مكان وممكن واحد يروح على كتب جواد علي المفصل في تاريخ العرب الإسلام يلقى ذكر يعني فصل كامل عن الكعبات موجودة لها سنة 1920 في الجزيرة العربية يعني وهدموها في وقت قريب طعيب الأستاذة إيميليا أو الأستاذ أعظم الأستاذة يعني أستاذ إيميليا بتقول أعتقد الفرس هم قرروا أن يكون لهم فرع ولغة ثانية نسخة أخرى من الفارسية هي العربية في منطقة الشرق الأوسط منطقة العرب وهم من نصبوا الحاكم المسلم مثال الدولة العباسية يعني هي بتقول وجهة نظر مختلفة شوية أن الفرس هم اللي قرروا يعملوا لغة جديدة اسمها العربية وهم يعني طبعا نخترعوا وكمان هم اللي جابوا حاكم مسلم يعني في الدولة العباسية هو ما يعني المشكلة هو أن كان أنه عندما استلمت الدولة الحكم العباسي بمساعدة أبو مسلم الخراساني وارتكبوا مدابع حائلة كان من الضروري بالنسبة لهم أن يؤسسون لهم إيديولوجيا خاصة بهذه الإمبراطورية الجديدة الإيديولوجيا التي كانت التي اعتمدها الأمويين كانت إيديولوجيا فاشلة وقائمة على العرب فقط ولكن بالنهاية فترة حكمهم انتبهوا لخطورة الموضوع واستوردوا الديوان الفارسي واعتمدوا على أيضا الموظفين أو الانتليجنسية المسيحية في ذلك الزمان منعتهم يعني عائلة منصور أو يوحن الدمشقي الفرس أتوا فكان الاتماد على هؤلاء أول ما أجل المهدي أو هؤلاء جلبوا من إسكندرية في مصر علماء ومفكرين ومترجمين ومن حران ورها وجلبوا من جنديا سابور جنديا سابور وقعوا ووصوهم بترجمة كل شيء وبدأوا تأسيس الإيديولوجيا الدينية الجديدة التي قامت على مخطوطات كان يحتفظ بها الخلفاء بني العباس وهؤلاء قالوا لدينا قرآن ولدينا ناس ولدينا رسول هؤلاء اعتمدوا على هذه المادة وأسسوا هذا الدين الذي نحن عليه لكن بطريقة فيها روح الثقافة الفارسية طيب الأستاذ في ريو وورلد يقول تجار التوابل هم صنوع الإسلام العرب التجار جاء أحدهم وحلم حلما وأغرقنا به إلى يومنا هذا بس هنا في سؤال من الأستاذ عدنان يقول أظن أسوال بهم يعني هو ليه العلماء كلهم من الفرس أو من آسيا طفين العلماء العرب ولا كان العرب وقتها جهلة ما عندهمش أي خلفية حضرية تمكنهم منهم ما يصنعوا هذا الدين يعني لا ما كانوا جهلة يعني هما العرب أو الشعوب العربية في هذه المنطقة الحكام خاصة هما يكون هدفهم الغزو والسلب والنهب والغنائم فبالتالي عندما يصل إلى سيدة السلطة لا يفكر بالثقافة ولا يعتبر هذه مسألة خارج حتى الصناعات والزراعة بالنسبة لمسألة معيبة يعني يحتقر الناس والفكر والوعي والثقافة وما شابه فيأتي يعتمد على الناس الآخرين العربي كان يفكر بأن يستثمر هذه السلطة التي منعت له يتنعم بالعطاء يعني هو فكرة العطاء أنه لا يفكر بالإنتاج العربي لحد هذه اللحظة أو الشعوب العربية أو الثقافة العربية عموما بغض النظر عن كونه هو عربي أو غير عربي الثقافة العربية عموما قائمة على فكرة الريع والحصول على العطاء وليس الإنتاج بالتالي نحن غير منتجين لحد هذه اللحظة نحن غير لا يوجد مفكرين إنما اعتمد اعتمدت الخاصة الامبراطورية العربية في الامبراطورية العباسية اعتمدت على الفرص والعاجم عموما وستورتت من الأخباط أيضا مجموعة من الناس في البداية فاعتمدت على هؤلاء لأن هؤلاء ما أعتمدت فرصة أخرى للبروس إلا هذه الطريقة حتى الآن عندما تروح الدول الخليج مثلا الحكام هم حكام من عائلة كذا وعائلة كذا وعال كذا وإنما الناس الذين يعملون هم ناس ليس من أهل البلاد فهي نفس الفكرة نفس الأيام الامبراطورية عباسية نفس الشيء الحكام من العشائر العربية أو دولة قريش والناس هم هل كان في فارق حضاري ما بين القبائل اللي كان منها العرب دولة اللي استعبروا وحكبوا وفي بارق وفارق حضاري بينهم وبين الشعوب اللي احتلوها ولا هم كانوا زيبات لا مستحيل شعوب عظيمة تطيرتو كان الناس مجموعة من الناس عايشين في الصحراء عايشين على السلب النهب وبالكاد يجدون لقمة أكل وبالكاد يجدون يعني كاسة مي حصر عليهم المي فمن أن تأتيهم الحضارة ليس قصورا بهم لكن هي كانت بيئتهم وهم حتى لو كانوا عايشون بصحراء السورية وهم ناس يعني غزاك ويعايشون على الغزو والسلب النهب وتروح على سيرة النبوية هي كلها عبارة عن شنوية غزوات هي كلها غزوات يعني ما يتمشي وحتى ما تشوف أنهم حوارات فيما بينهم حوارات تقافية على مستوى عاري يعني عندما نشوف الحادث النبوية وحتى كلام الخلفاء لا تجد أنهم يتحدثون بلغة رفيع يتحدثون هذه هي لك وهذه وتلك لي وهذه حقوقي وهذا حقك وهذا الباطل وهكذا لا تجد منهم فبالتالي الحاجة للمتقفين كانت أساسية ولا يمكن لإمبراطورية استولت على مناطق من أفغانستان إلى المغرب العربي في مناطق الشمال أفريقيا لا يمكن أن لا توجد لديهم عقيدة دينية وبالتالي دين الإسلام كان من الضروري أن يتم توصية الأناس لوضع أركانه وقضائه وأحكامه وهذه مسألة ليست بالسهلة يعني ولا يمكن أن تغافر عنها لأن تتحكم بلد تحكم الآن إمبراطورية شاسعة من أفغانستان إلى شمال أفريقيا شون تحكمها عدك مليون قضية ومليون مشكلة شون تحكمها ما في إمبراطوريات تانية تعملتهم ما كانتش معتمدة على الدين زي التطار واكتحت العالم كله بالسلاح بالعكس التطار هو من أكثر الناس الذين اعتمدوا على الدين الإسلام لكن في بداياتهم في بداياتهم ما كانش فيه دين هذا الأبستاق ما اسمه الأبستاق بالعكس لا فرضوهش على الشعوب ولا حكمهم والخلال نا كانت موجودة والتطار منه كان المستشار مستشار ماله الطوسي والمستشار الثاني واحد أعتقد السني مرجعية السنية فكان عنده مستشارين وكان يتحرك من دخل هولاكة لبغداد كان قتل الخليفة كان بتوسية من الطوسي تمام تمام طايا بالأستاذ مش فعرف فارس ولفاي حاجة كده يعني بس حاولت بإجاباتك والسيارة منصورة عشان ناخد أكبر عدد من التعلان يقول لك الفتوحات الإسلامية هي نفسها فتوحات فارسية ساسانية ألا أنت سألوا أنفسكم لماذا التاريخ الفارسي اختفى مع ظهور إسلام عربي ولماذا لم يختفي تاريخ روماني مثلا الجواب بساطة تعدمات الصفح صديقي التاريخ الطبري والمسعودي وغيرها وهؤلاء تجد التاريخ الفارسي مفصلا بأسماء الملوك وتفصيل يعني ممل طيب الأستاذ فري بيقولك أحسنت منصور روعة 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 شكرا يا فري الأستاذ سبير بيقول أكبر دليل على صحة فكرة الأستاذ منصور ما يحصل الآن فيما يسبب بحور المقاومة يعني ده خارج الحلقة يا أخواننا لا بس فعلا هو جزء من عندك الآن على السؤال المهم بالأجل ملاحظة فطيرة ملاحظة فطيرة شوية أحكي بيها إنه الآن شوف التأثير الفارس رغم أنهم شيعة ورغم أنهم لا يتفقي يعني في قمة التطرب الشيء يعني حتى الشيعة الطبيعية مع هذا شوف تأثيرهم على المنطقة تأثيرهم وتحالفهم مع الأخوان المسلمين فمعناتك كم هم قادرون على تنظيم الناس والسلب عقولهم والسيطرة عليهم والاستثمار عواطفهم ومشاعرهم ونفعالاتهم ونفسهم الآيديولوجي الآن شوف المصيبة الآن في المنطقة هيمنة إيران على المنطقة لماذا؟ لأن إيران لديها مشروع مشروع ديني صحيح لكنها في النهاية لديها مشروع العرب دائما ليس لديهم مشروع لا مشروع سياسية ولا مشروع ديني ولا مشروع حضاري ولا مشروع ثقافي وتلاحظ المشروع الإيراني الآن مهيم على المنطقة بغض النظر عن رأيك به هم نجحوا فرض هذا المشروع والآن لا العرب يعانون منا اليهود يعانون من عنده السيد وهنا المفارقة quick الأمريكا تعاني منه اليهود العالم كله يعاني من مشروع الإيراني فهذا دليل على قدرتهم على توليد طيب يعني ناس كتيرة بتقول من شهادتها يعني أن طيار الرئيسي في وسط الإيرانيين بيحتقر العرب هل دالوا علاقة بالانتحكيته النهاردة هم عموما الشعب الإيراني يعني بيحتربوا مثلا البصريين لكن عرب عرب بيحتقروهم صحيح هذا موجود دل عام لكن لا نستطيع أن ننطلق على هذا الكلام على عواهنا يعني هو عموم الفرص أتهم تعصب وأيضا ينظرون العرب بنظرة دونية طيب أروح لأسئلة تانية تمام 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 الأستاذ فول سول بيقول صناعة الإسلام أو صناعة الإسلام استخدموا فيها السكان المحليين وأعتقد أن شعود كثيرة شاركت شاركت فيه المنتفعين من السلطة يعني اللي شاركوا في صناعة الإسلام دوت الشعوب اللي تماما مش الشعوب لكنه أظن يعني هو يقصد كده يعني أن المنتفعين من الحكام المستعمرين هم اللي لعبوا دور أكبر في صناعة الإسلام أو حاجة سيئة كده طبعاً هو كما قلت لك رجال الدين الفرس خاصة ومعهم طبعاً ليس واحدهم بمئة بالمئة هم الذين قلبوا الطاولة على الحكام منطقة العربية أو منطقة التي سادر فيها الإسلام قلبوا الأمر عليهم وجعلوا الدين هو الحاكم عليهم وليس العكس الدين الساساني القديم الزرادشي بيام أردشير بيام كسرى أنو شروان الأخير كان الحاكم أو الامبراطور هو الذي يتحكم بأمر الدين ورجال الدين بتحكم صار في رأي تنمي للأستاذ أستاذ روبا بتقول الدين هو أسلوب التبعاء والسياسيين في عصولها قبل الحداثة لقيادة الشعوب البدائية والسيطرة عليها صحيح لكنه ليس يعني الشعوب البدائية كانت بطريقة الإسلام الأول بيام الرسول مثلاً كان الدين هو موجود كفكرة لكن الحاكم أيضاً هناك نوع المساواة يعني الفكرة الذي يشمع بيننا هو فكرة القوم والجماعة بينما عدما أتى عدما تحول الإسلام الأولي البدائي البسيط بيام الرسول والخلفاء تحول دين مؤسسات بيام العباسين عند ذاك بات اسمه الإسلام يعني نستطيع أن نقول هناك دين اسمه الإسلام وهذا بفضل مشاركة العلماء الدين الفرس حاول الإجابة تبقى صيارة أويان يعني طيب فين الضوء الساطع بيقولك الخلفاء الراشدين شخصيات شرحية لا وجودة لها ممكن هم منتفعين يعني هم يتنقمون بالحكم هكذا كانت الأمور في ذلك الزمان يأخذون العطاء بدون إنتاج بدون تقديم أي خدمات نعم بيقول لكم بشخصيات مش موجودة أصلا لا لا موجودة يعني عمر وابو باكر والدولة ما فيش دليل تاريخي عليهم يعني لا موجود عمر موجود في أدلة عليه وهناك الحاوليات المارونية تذكر اسمه وهناك أيضا حاوليات شيخوزستان حاوليات كثيرة تذكرها موجود تماما طيب الأستاذة كيمو أو الأستاذ فقا مش عارف سمير بيقول مابوني على باطل فباطل التاريخ الإسلامي العباسي عبارة عن جبل من الأكاذيب والخرافات معلق بخيط وهبي اسمه ابن إسحاق وابن هشام صحيح بس هذا لا يعني شيء يعني هذا التاريخ تم تأسيسه خلط على هذه الأسس ولا يوجد تاريخ مؤسس على قبايا حقيقية فبالتالي نحن مشكلتنا الآن ليس التاريخ الحقيقي إنما مشكلتنا هذا التراث الذي تأسس على الأوهام يعني طائعي الأستاذ محمد السيد يقول لك السؤال العباسيين هم من خرسان من أفغانستان وهم من أسسوا الإسلام فهل كانت خرسان تابعة للفرس أم كانوا هم أنفسهم من الفرس أول مسألة بدت يعني هاي رادينا الشرح إنه بيام الدعوة العباسية ظهرت أول ما ظهرت في منطقة الأردن وفلسطين كان هناك واحد من أبناء بن عباس أحفاد بن عباس وبعد ذلك انتقل الأمر للكوفة وبين الكوفة واحد من أبناء حفادة بن عباس محمد اسمه اتصل بأبو مسلم الخرساني وأبو مسلم الخرساني من هناك أطلق الثورة ولصالح الخلفاء العباسيين اللي كان منهم محمد بن عباس عبد الله بن عباس وهو بعد ذلك صار أبو العباس السفاحي يسموه وأخوه المنصور وهؤلاء من أبناء بن عباس طيب فيه لساد اس اس القاسيم أو القاسيم أو القاسيم يقول السؤال هو تأثير الفرس على الإسلام أم تأثير الإسلام على الفرس هو مشكلة يعني هو كان طبقة المثقفين والمفكرين أو طبقة المتعلمة هؤلاء هم من الفرس غالبا وطبقة الحكام الحكام كانوا يريدون هناك تأثير متبادل بينهما لكن طبقة المتعلمين استغفروا الحكام وجعلوا مع الوقت الدين هو الذي يحكمهم وليس العباس طيب آخر سؤال عندنا للأستاذ زونجا زونجا يقول لك الفرس هم المركز الإمبراطوري والعرب هم برابرة الأطراف هذا قبل الفتوحات كانوا يحكمون المنطقة وكان صلاحهم مع الرومان استمر على المدد ستة تقرون حروب عبثية مدمرة يعني مزافية لكن بعد ذلك أجل العرب والحكام العرب وليس العرب واستلموا الحكم ولذلك يفصل لك أكثر عندما استلم الخلفاء العرب الحكم أو دولة قريش طردوا العرب لأنه لم يأتي كانوا يحتاجون لحمايتهم من قبل الفرس والترك لماذا؟ لأن الحكم أصبح عربيا أو قراشيا بالتحديد وليس عربيا أن الحكم لحد هذا يومنا هذا الحكم الشرعي لابد أن يكون من نفس القريش أما الحاجة إلى العرب فلا أحد يحتاجهم لهذا السبب دخل الترك والفرس لماذا؟ لأنهم لا يريدون للعرب أن ينافسوهم على الملكة الترك والفرس لا ينافسون العرب على الملك طيب لو حابنا ننخص الحالة دي في واحد اثنين ثلاثة منصور نول يا صديقية نقول أن هناك إسلام إسلام الطائفة وإسلام المؤسسة الإسلام الطائفة هو الذي ظهر الذي يسمى إسلام المحمدي وتبعه الخلفاء الراشدين وأيضا فترة الدولة الأموية هؤلاء كان يقوم المبدأ لا يقوم على مبدأ أن الطاعة هي طاعة طاعة الله ورسوله خاصة فقط بالله ورسوله مفهوم الطاعة غير موجود في هذه الفترة لكن بالدين المؤسسات الذي ذكره العباسيون كان مبدأ الطاعة طاعة للحكام هي الطاعة للإله ولو جلد ظهرك وسرق مالك ونام مع مؤتك كما يقول رجال الدين الفرس غالبا شكرا جزيلا صديقي على الحلقة الجميلة والمعلومات القيمة والطرح كمان يعني منصور دائما عنده أطرحات فيها يعني فيها زاوية مختلفة خالص غير اللي موجود في شوفان حاجات منها الحلقة بتاعة المعرضة شكرا جزيلا أنا صديقي شرفتني أنا آسف لأنه آسف أشكرك جدا وآسف لأنه الموضوع جدا محقد وأنا رح نشرب حلقة خاصة مع التفاصيل الدقيقة لأنه البعض يقول لي عندك تغرات كثيرة فراح أحاول أقدمها بطريقة بها منهجية حتى ست كل التغرات ولو مستحيل وعي ست تغرات للموضوع هائل شكرا صديقاتي وأصدقائي وأعتذر إذا كان فيه تعليقات ما شفتهاش شكرا جزيلا وأنا رأكم بإذن الله على خير في حلقة قادمة شكرا جزيلا